للمرة الثالثة خلال أقل من أسبوع تستهدف ميليشيا الحوثي الانقلابية مدينة مأرب ولم يصدر عن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفث حتى تصريح إدانه يوصل الحوثيون استهداف المدنيين ويتزايد عدد الضحايا الأبرياء وفيهم الأطفال على مرأة ومسمع المجتمع الدولي والهيئات الأممية قصف الحوثيون أكثر من ثلاثين مخيما للنازحين في مأرب وحواليها واضطرت أكثر من ثلاثة وثلاثين ألف أسرة نازحة للنزوح أكثر من مرة بعد استهداف مخيماتهم كل ذلك حدث ولا يزال المجتمع الدولي في موقع من يستجد السلام من ميليشيا تعلن قياداتها صراحة إصرارها على ما يسمونه تحرير مأرب واقع الأحداث يشير إلى أن ميليشيا الحوثي لا تبالي بالجهود الأممية ولا بالتحركات الدبلوماسية التي تزعم الحرصة على تحقيق السلام في اليمن بالمقابل ثم تهم أن يحمل التحالف المسؤولية المباشرة عن بقاء الشرعية في موقع الدفاع نظرا للقيود المفروضة عليها ومنع حصولها على السلاح الكافي أبعد من ذلك يتساءل البعض عن أسباب سحب التحالف للسلاح الثقيل ولمنظومة الباتريوت من مأرب أو حدم توفيرها ولو من قبيل المسؤوليات الإنسانية والأخلاقية تجاه الشرعية التي يزعم أنه جاء لدعمها لا يخفي البعض قلقه من مؤامرة تستهدف مأرب في إطار تسوية دولية تتصل بتقاطع المصالح الأمريكية الإيرانية يقطف ثمرتها الحوثيون حتى على حساب الأمن الإقليمي بالأخص أمن الخليج ببقائهم خنجرا في خاصرة السعودية